موسيقى أهلا بكم من أين وإلى أين ومن ولماذا أدوات استفهامية بسيطة في حروفها لكن عندما تنبع من أعماق الإنسان فإنها تعبر عن شغف شديد لمعرفة أصل الوجود والغاية منها وأحيانا تعبر عن قلق وجودي يجتاح كيان الإنسان وقد يسمم حياته إذا لم يجد الأجوبة التي يستريح لها العقل وتطمئن لها النفس كانت وما زالت مثل هذه التساؤلات لصيقة بالإنسان وحاضرة على مر العصور بما أن الإنسان عاقل فإن العقل يلح بالتساؤلات التي لا حدود لها وما جاءت الأديان في المقام الأول إلا للإجابة عن هذه التساؤلات التي تمثل بوابة المعنى للوجود الإنساني في هذا الكون في هذا العصر أصبحت هذه التساؤلات أكثر إلحاحا وتشعبا وانتشارا وتأثيرا السيولة الشديدة في الأفكار والتصورات المتدفقة من الفضاء الإلكتروني وما نتج عنه من انفتاح رهيب على مختلف الاتجاهات والمذاهب والعقائد والأديان والرؤى بعد أن صارت فرصة الاطلاع عليها متاحة للجميع كل ذلك أحدث ربكة في عقول قطاع عريض من الشباب الذي شهد بعضهم وعايش صراعات يرون أنها بين معسكر الحق ومعسكر الباطل وكانوا يعتقدون بأن انتصار الحق أمرا حتميا وأن الله ناصرهم لا محالة لكن انتهت الجولة بشكل مأساوي نُكِّل بهم قُتل من قُتل وشُرِّد من شُرِّد وسُجِن من سُجِن في مثل هذه الظروف تبرز بقوة الأسئلة الوجودية الغيبية لماذا لم ينصرنا الله تعالى؟ لماذا ينهزم الحق وينتصر الباطل؟ ألم يعد الله جنوده بالنصر؟ أين هو إذن؟ لماذا خلق الله الشر أصلا؟ تساؤلات وتساؤلات تعصف بالعقول وتجيش بالنفوس منها ما تصادف إجابات مطمئنة ومنها ما تهوي به الريح في مكان سحيق في لقائنا اليوم نحاول أن نستطلع طرفاً مهماً من هذه الإجابات هو الطرف الأكثر رواجاً وشيوعاً وانسجاماً مع رؤية السواد الأعظم من المسلمين وهي رؤية صاحب حياء علوم الدين أبو حامد الغزالي نشاهد هذا التقرير ثم يبدأ الحواة جاء الثورات الربيع العربي لتخلع أنظمة استبدادية طالما خصمت من رصيد الحياة لدى المواطن نهبت ثرواتهم وحرمتهم من أبسط حقوقهم فار الملايين وقفوا بصدورهم العارية أمام رصاص المستبدين ودباباتهم دفعوا من دمائهم آلاف الشهداء والمصابين وانتظروا حياة أخرى أو إرهاصات أولى لتلك الحياة زرعوا آمالاً عريضة في تربة بلادهم ورووها بدمائهم ولم يجنوا سوى المزيد من البؤس والبلاء نكن من أعمل إيه؟ صراعات سياسية وأخرى طائفية صراعات حول مصادر السلطة والقوة والثروة استخدم فيها كل شيء ووظف فيها كل شيء وتحول كل شيء إلى استثمار لجني المزيد من المكاسب تجارب مؤلمة مرت على جيل حال لم يكن مستعداً بالقدر الكافي فاصطدمت أسئلة بصخور الواقع وخلفت قلوباً ممزقة وعقولاً مشتتة هشيماً يذروه الرياح يتقلب على كل وجه باحثاً عن خلاص تارة إلى التطرف الديني وأخرى إلى التطرف اللاديني في هذه البيئة الملبدة بويوم التجربة تنام الأحلام لتصح الأسئلة لماذا تركنا الله؟ لماذا لم يتدخل لنصرة الحق؟ لماذا خلق كل هذا الشر؟ لماذا تركه ينتشر وينتصر؟ لماذا يكذب أهل الإيمان؟ لماذا يطمعون؟ لماذا يقتلون؟ لماذا ينجح المستبدون الطغاة؟ ولماذا يفلتون بجرائمهم؟ ألف لماذا؟ تأتي الإجابات أحياناً في صورة استنكار للسؤال وأحياناً أخرى في صورة لا تتناسب مع حجم الألم والحيرة ويصبح تاريخ الأفكار مساحة أرحب أبطالها لا يملكون حسابات إلكترونية كي يسخروا من السائل أو يتهمونه في دينه أو يعايرونه بحيرته مقابل يقينهم وتشتوته مقابل بوصلتهم وخيانته مقابل وطنيتهم أهلاً بكم من جديد في هذه الحلقة ضيفنا هو الدكتور محمد بوهلال أستاذ الحضارة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة سوسة مرحباً دكتور محمد أهلاً وسهلاً حياك الله حياك الله دكتور أبدأ معك في الحديث عن مشروعية السؤال حول هذه القضايا القضايا الوجودية القضايا الكبرى القضايا التي يفكر فيها الإنسان عن منشأه وعن مصيره وعن غاية وجوده أسئلة تدور في أدهان أغلب الناس وفي هذا العصر بشكل أكبر من حيث المبدأ هل السؤال مشروع أم لا؟ نعم شكراً على هذا السؤال عن السؤال والكلام على الكلام صعب إذن السؤال عن السؤال صعب أولاً أنا مبتهج لوجود هذه الأسئلة التي يطرحها الشباب وغير الشباب حول القضايا الوجودية والإنسانية الكبرى أعتقد أن هذه علامة تحمل المسؤولية وعلامة نضج وليست علامة شك أو خلل في التفكير السؤال هو خاصية إنسانية تجد كائناً آخر الحيوان مثلاً يطرح السؤال لا يمكن أن نفكره أن الحيوان يطرح السؤال الإنسان فقط هو الذي يطرح السؤال وطرح السؤال هو مبدأ المعرفة السليمة والمعرفة الممنهجة المعرفة الواعية بنفسها قديماً نشأ الفكر الفلسفي عندما بدأ الإنسان بطرح السؤال وبدأ يطرح أسئلة عن أشياء تبدو طبيعية وبديهية مثلاً لما كان الوجود ولم يكن العدم هذا السؤال طرحه برمانيدس من فلسفة اليونان القدامى ولم يكن ذلك خاصاً بثقافة من الثقافات أو حضارة من الحضارات كل الحضارات شيدت ثقافتها وعلومها انطلاقاً من أسئلة طرحها الإنسان في تلك الثقافة أو تلك الحضارة وهذا ينطبق أيضاً على المسلمين في القديم وينطبق على المجتمعات العربية حديثاً كل العلوم العلوم القرآني مثلاً علم الكلام التفكير الفلسفي عند المسلمين علوم اللغة كلها نشأت من ظواهر تساءل عنها الإنسان وعن سبب وجودها وعن مشروعية وجودها وعن كيفية اشتغالها إذا كنشأت العلم ونشأت المعرفة إذن السؤال هو منطلق كل شيء في تغييره ألا يعتبر في هذا العصر وفي البيئات الإسلامية وهي بيئات الشباب فيها نشأة على تربية دينية وعلى تعاليم دينية وواضحة في الغالب هذه الأسئلة التأسيسية البسيطة يجد الشباب لها إجابة منذ طفولتهم عن طريق المدارس أو المساجد أو المحاضن التربوية إلى آخره أن يعيد الشباب طرح هذه الأسئلة التأسيسية مرة أخرى بعد سنوات ألا يعتبر رجوع إلى الوراء؟ لا ليس رجوعا إلى الوراء هذا رأيي من الطبيعي أن يطرح الشباب هذه الأسئلة لماذا؟ لأن المعرفة التقليدية الموروثة اهتزت لأن هناك تيارات معرفية جديدة ظهرت وانتشرت ووصلت إلى كل الناس بفضل العولمة ووسائل التواصل الحديثة التي جعلت من عالمنا الكبير قرية صغيرة كذلك ظهرت هذه الأسئلة لأن الأطراف التي كانت تؤثر الناشئة وتوجهها توجيها يكادوا يكونوا كليا وهي الأسرة العائلة تراجع دورها لفائدة فاعلين آخرين مثل المدرسة مثل الأصدقاء مثل وسائل التواصل الاجتماعي بحكم اشتغال الوالدين لم يعد التواصل مستمرا بين الأبناء والآباء فقدت الأسرة مركزيتها في حياة الإنسان تماما فقدت الكثير من مركزيتها وكذلك ظهرت النزعة الفردية وأصبح الشاب يشعر أن شخصيته مكتملة وأنه ليس عليه أن يكون دائما تابعا مقلدا فهذا المناخ العام هو الذي جعل شبابنا يطرح هذه الأسئلة عن الموروث وكذلك حتى عن المعتقدات التي ترسخت طيلة قرون وإذا صددنا الشباب وقلنا له ليس من حقك أن تطرح هذه الأسئلة وعليك أن تتقبل الأجوبة القديمة التي حفظها الأباء وتوارثوها فأن هذا الموقف سيدفعهم إلى الهروب أكثر لابد إذن من الإنصات لهذه الأسئلة من مشاركتهم إياها ومن التحاور في شأنها ليس هناك سبيل نتقبل هذه الأسئلة والتعامل معها والتعايش معها والبحث عن إجابة لها ما هي المناهج أو ما هو منهج التعامل مع هذه التساؤلات السؤال أحيانا يكون سؤال عبثي وأحيانا يكون سؤال جاد حقيقي هذه الأسئلة كلها كيف نتعامل معها فهل هناك منهج معين للتعامل معها نعم هذا سؤال مهم جدا وهو يحيل على دور عدة أطراف من نرتجي منه ونطلب منه أن يقدم أجوبة عن هذه الأسئلة العائلة يعني الأبوان لهما دور ولذلك يجب أن يعدى الأباء المستقبليون ليقوموا بدورهم كاملا في تربية أبنائهم هل تقوم مجتمعاتنا بالجهد المطلوب في هذا الاتجاه؟ لا أظن المدرسة تقوم أيضا بدور أساسي في هذا يجب أن تأخذ بأيدي الناشئة ليس مطلوبا منها أن تعلمهم فقط يعني الأمور العلمية والتقنية وكيف يصبحون أطباء أو مهندسين هذه أمور هامة ولا بد منها ولكن أيضا يجب أن تعلمهم كيف يكونوا بشرا يعيشون في هذا العالم بسلام ويدركون قيمة القيم والأخلاق والإيمان في حياة الإنسان المدرسة بإمكانها أن تؤدي هذا الدور كذلك المفكرون والفلاسفة والمثقفون يجب أن يقوموا بهذا الدور وفي المجتمعات القديمة كانت هذه الأطراف تقوم بهذا الدور بطريقتها بمنهجيتها القديمة فكان هناك المتكلمون وكان هناك الفقهاء وكان هناك الوعات وكان هناك مشائخ الصوفية وكان الأولياء والمربون وكانت العائلة واسعة جدا يتدخل فيها يعني الأعمام والأخوار إلى آخره ولذلك كانت هناك إحاطة جيدة بالناشئة في القديم الآن تغير الوضع ويجب أن يعيى كل طرف الدورة المطلوبة منه من يقدم الجواب اليوم؟ عدة أطراف يعني هذا بحسب السؤال بحسب السؤال الأسئلة هذه عموما الأسئلة الوجودية اليوم هل هناك ترى بأن في جهات أو عموما البيئة الإسلامية أو المؤسسات الدينية حتى بمختلف أطيافها وأشكالها من جامعات من هيئات لكبار العلماء وهيئات إفتاء وأئمة مساجد وأساتذة شريعة هل لديهم استعاب تام لهذه الأسئلة وهل هم مؤهلون للإجابة عليها لأسئلة الجيل الجديد لا أظن ذلك وهذا أمر مؤسف ويجب الإشتغال عليه يعني المؤسسة الدينية بكل فروعها في القديم كانت تقوم بدورها وأحيانا بأكثر من دورها مثلا علماء الكلام كانوا يهتمون اهتماما مستفيضا بهذه المشكلات الوجودية والفلسفية المشكلات التي يطرحها وجود الإنسان في الكون يطرحها وجود التفاوت الاجتماعي وجود الألام والشرور والظلم يعني أمور عديدة حتى ارتفاع الأسعار في القديم يعني اهتم به المتكلمون وحركة الأرض وهل هي تصعد أم تنزل أم هي مستقرة في مكانه إذن كان المتكلمون القدامى يهتمون بكل هذه القضايا وقد بذلوا الوسعى في الإجابة عنها وكانت إجاباتهم مختلفة ومتعددة لاختلاف منطلقاتهم في العصر الحديث الذين ينتظروا منهم أن يواسلوا ويقدموا هذه الأجوبة هم في اعتقادي لم يستوعبوا استيعابا عميقا حتى الأجوبة التي قدمها القدامى فالتفكير الديني الحديث يبدو لي تفكيرا ينقصه العمق من جهة وينقصه الارتباط بما استجد من أسئلة ومن وضعيات لأن القدامى أجابوا عن تلك الأسئلة بحسب ظروفهم بحسب حاجات مجتمعهم وقد أرضوا مجتمعهم في الغالبي لكن ذلك الخطاب لم يعد يفي بالغرض في الوقت الحاضر لأن أشياء جديدة استجدت في مستوى القيم في مستوى معرفتنا بالعالم في مستوى منزلة الفرد في المجتمع في علاقة الرجل بالمرأة كل هذه الأشياء تغيرت إذا لم نستوعب هذه التغيرات فإن الأجوبة التي نقدمها لا يمكنها أن تكون مقنعة خاصة للشباب الذي لديه تطلع كبير واستعداد كبير لأن يفهم ولكي يذهب حيث يوجد الحق وحيث توجد الحكمة ولا يميل كثيرا إلى التقليد والتسليم في الأمر الواقع دكتور أنت لديك كتاب الغيب والشهادة في فكر الغزالي نعم وأبو حامد الغزالي من الشخصيات الشهيرة في التاريخ الإسلامي من الذين خاضوا تجربة تساؤل والبعض يصفح في فترة الحيرة وفترة الشك التي عاشها الغزالي ثم بنى معارفه من جديد ذكرت في الكتاب بأن الغزالي كما أن لديه أجوبة منطقية على طريقة علماء الكلام أيضا هو لديه أجوبة على الطريقة الإيمانية أو الطريقة العرفانية فهناك منهج عقلي وهناك منهج إيماني تسليمي في التعامل مع مثل هذه الأسئلة برأيك اليوم مثلا تجربة مثل تجربة أبو حامد الغزالي هل ممكن دراستها وتوظيفها بشكل مناسب يناسب أسئلة الجيل الجديد؟ نعم أولا أنا اشتغلت حوالي عشرة سنوات على الغزالي واكتشفت فيه مفكرا عظيما لا أقول هذا لأنه مفكر مسلم يعني من تاريخنا الإسلامي ولكنه بالفعل مفكر عظيم ولم يكن الوحيدة الذي ينطبق عليه هذا الوصف والغزالي قد حظي بمئات بل بآلاف الدراسات من المسلمين ومن غير المسلمين في العصر الحديث من المستشارقين وغيرهم وهذا يعبر عن قيمته ومن الأشياء التي تميز بها الغزالي هي أنه شخص عاش تجربة الشك تجربة السؤال التي انطلقنا منها في هذه الحلقة ولم يخشى من طرح السؤال ولم يخشى من الشك في الأمور البديهية عند الجميع وأن ما يراه حقيقة وما يلمسه حقيقة ولم يخشى أيضا أن يشك فيما ينبئه به العقل لأن هذا الذي ينبئه بالعقل يمكن أن يأتي عقل آخر فيدحذه فهو لم ينطلق من هذا ولكنه عرف هذه التجربة في منتصف الطريق وهذا يؤكد لنا أن المفكر الذي يطرح الأسئلة هو المفكر الذي يستطيع أن يذهب بعيدا في أطرحاته وفي معالجاته النظرية الأمر الثاني هو أن الغزالي لم يكن مفكرا أحاديا المقاربة أولا كان يدرك أن مجتمعه عصره يعيش أزمة ولذلك حمل مشروعا للإحياء وكتابه الأبرز سماه إحياء علوم الدين ما هي الأزمة التي كان يعيشها مجتمع أبو حامد الغزالي وتصدى هو لمواجهتها وللبحث عن حل لها نعم والغزالي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس وولد سنة خمسين وأربعمائة هجرية ولد في سنة خمس وخمسمائة هجرية في هذه الفترة رأى الغزالي أن المجتمع بدأ يفقد المعنى يعني هناك ازدهار للعلوم الدينية للفقه مثلا وللتصوف ولعلم الكلام وللتفكير الفلسفي ولكن الروح خفتت في هذا المجتمع الأخلاق تراجعت أصبح كل شيء موظفا من أجل المصلحة الشخصية والفردية المذاهب تتقاتل وتتسارع الخلافة الإسلامية إذن الدولة الإسلامية انقسمت وتشتتت وأيضا أصبح بعضها يصارع البعض الآخر والخطر المغولي والتتاري بدأ يظهر في تلك الفترة إذن هناك أزمة هناك انسداد آفاق الغزالي حاول أن قام بعملين أولا قام بالتأليف بين الأنساق والمقاربات المختلفة هو ربما لم يأتي بشيء جديد من عنده وجد عديد المقاربات المقاربة الفلسفية المقاربة الكلامية المقاربة الصوفية المقاربة الفقهية فحاول أن ينتهي إلى تأليف بينها وكتابه حي علوم الدين هو جامع لهذه المقاربات فمثلا بالنسبة لهذه الأسئلة الوجودية العامي هكذا كانوا يقسمون الناس ينفعه جواب معين لا ينفع غيره وهناك أجوبة لا تنفع العامي الغزالي دعا إلى إلجام العوام عن علم الكلام وهناك علوم رآها علوما عرفانية دقيقة جدا علم طريق الآخرة هذا لا يستطيع أن يتقبله أو يتفهمه العامي ولا المتكلم وإنما صفوة الصفوة هم القادرون على ذلك فبالنسبة إلى الغزالي إذن هناك أكثر من منهج يساعدنا على الوصول إلى الحقيقة مع العامة نتوخى منهجا بسيطا نشرح لهم بالمثال ونستشهد لهم بالآية ونخوفهم من العقاب إلى آخره مع المتعلمين والمفكرين والعلماء ذو المنزع العقلي نخاطبهم بالكلام وكذلك بالفلسفة بالقسم المقبول من الفلسفة عنده وأما الذين يريدون أن يتجاوز هؤلاء وأولئك فلهم أن يرتقوا رتبة أخرى هي رتبة المتصوفة السالكين لطريق القرب من الله وهو الطريق الذي سلكه الغزالي في أخريات أيامه هذا بالنسبة إلى الغزالي ولكن الغزالي لم يدرك ربما كان ينظر إلى الساحة الإسلامية فقط لم يدرك ما الذي كان يحدث في العالم كله كانت هناك تحولات كبيرة بصدد الحصول في مستوى العالم وانتهينا إلى جمود في العالم الإسلامي عبر عنه ابن خلدون في مقدمته وبدأت مرات أخرى من العالم تتقدم وهكذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم لكن الغزالي في المنقذ من الضلال وهو الكتاب الذي تحدث فيه عن مسيرته نعم وخصوصا مسيرته عن تجربته عن تجربته ومسيرته في الشك وعودته إلى اليقين كأنه قلل من شأن المنهج العقلي أو الكلامي في التعامل مع المسائل الوجودية وقضايا إثبات وجود الله ورجح المنهج الصوفي هل ترى بأن ذلك مناسب لعصرنا أو على الأقل هل هذا المسلك يعتبر المسلك مقبول الآن نعم أولا بالنسبة إلى الغزالي وعصره صحيح أن الغزالي قرر أن هناك درجة أعلى من العقل الغزالي لم يبطل العقل ولكنه قال هناك درجة أعلى من العقل فإذا صادفنا في الحياة أو في الوجود أمورا وواجهتنا أسئلة لم نقدر على تقديم الجواب العقلي عنها فلا ينبغي أن نظن بالعالم أو بالله سوءا وإنما هناك درجة أخرى هناك طريق أخرى يمكن أن تقودنا إلى الجواب هي طريق العرفان الصوفي هذا منتهى إليه الغزالي في الوقت الحديث طبعا العقل والمعرفة العلمية غزت مساحات جديدة لما تدخلها في السابق ومع ذلك ما زالت هناك العديد من الأسئلة ومن النقاط الغامضة التي لم يستطع العقل الإجابة عنها بعد ولم تستطع أيضا الحداثة أن تذللها وتحلها وربما تسرع البعض في إقصاء الدين ودور الدين في بناء شخصية الإنسان وفي المجتمع أدى إلى ما نراه اليوم من شرور من حروب من ظلم كبير جدا وقع على العديد من الشعوب فالإنسان لا يمكنه أن يسير بقدم واحدة هي العقل مثلا سيكون أعرجا يحتاج إلى العاطفة يحتاج إلى المشاعر يحتاج إلى العمق الروحي يحتاج إلى القيم والأخلاق وهذه تبتنى بالاغتناع الديني تبتنى حين يكون في مجال تصورنا الله حين نستبعد مثل هذه الأشياء يصبح كل شيء جائزا ومن كانت له القوة يستطيع أن يفعل ما يشاء إذن هذا ربما الدرس الذي نستطيع أن نستخلصه من الغزال هو ترتيب للحجج وترتيب للمناهج أكثر مما هو تفضيل أحدهما على الآخر عندما يقدم الأدلة العرفانية أو الصوفية على الأدلة العقلية نعم يعني الغزالي أقر بتعدد المجالات هناك أمور يستطيع أن يتكلم فيها العقل مثلا ربما نأتي لموضوع السببية عند الغزالي كثيرون يظنون أن الغزالي نفى السببية وألغها ليس صحيحا طيب اسمح لي موضوع السببية أخذ منك بعد هذا الفاصل فاصل قصير ثم نعود لنواصل أهلا بكم من جديد ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد بوهلال أستاذ الحضارة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة سوسة مرحبا بك من جديد دكتور دكتور كنت تتحدث عن مسألة السببية عند الغزالي وهذه مسألة من المسائل الفلسفية التي كثر فيها الجدل والخلاف وفيها مذاهب فلسفية عدة قبل أن تخوض في رأي الغزالي فيها نريد فقط فرشة سريعة عن المقصود بالسببية يعني السببية هي نظرية تفسر ما يقع في العالم وحتى في المجتمع هناك أشياء تحدث هناك أشياء تنشى أشياء تضمحل لماذا تحدث هذه الأمور؟ هناك يمكن أن نفهم هذه الظاهرة بطرق متعددة الفكر السببي أو التفسير المقاربة السببي هي التي ترى أن ما يوجد في الطبيعة والعالم وكذلك حتى ما يوجد في المجتمع هو ظاهر حدثت لأسباب كل ما يحدث هو ظاهرة هو نتيجة جاءت لسبب عن سبب سابق يعني هي تفسر نوعية العلاقة بين السبب بين الأثر والمؤثر أو سبب المسبب هي تفسر ما هو موجود حين نلاحظ أن شخصا ما أصيب بمرض عفاكم الله لماذا ظهر هذا المرض؟ طيب هناك تفسير نستطيع أن نقول أنه تفسير غير علمي غير عقلاني يقول أصابته عين أو هكذا الله أراد به أن يصاب فأصيب ولكن التفسير الطبي أو العلمي هو الذي يبحث في عوامل قد تكون مجهرية مثل الجراثيم التي أدت إلى نشوء هذا المرض وتلك الجراثيم أيضا تسببت فيها ظاهر أخرى قد تكون الأوساخ أو أشياء من هذا القبيل فالسببية هي منهج في فهم الواقع وفهم الطبيعة وفهم العالم وهي أقرب المناهج إلى المعرفة العلمية لأنها تفكك الظواهر وتحللها بإرجاعها إلى أمور قابلة للتثبت والقيس هذا بصورة عامة والشائع أن الغزالي نفى السببيات وأنه بنفه ذاك وبأمور أخرى قد أضر كثيرا بحضارة العربية الإسلامية كيف نفى السببيات؟ يعني يرى بأن السبب ليس هو المؤثر بذاته كيف ينفي السبب؟ يعني عندما يشرب الإنسان الماء يشعر بالارتواء هل الماء هو سبب الارتواء؟ الغزالي يقول نعم أم لا؟ يقول لا يعني أولا هذه المقاربة الكلامية للغزالي لأن السببية يمكن أن نقاربها كلاميا ويمكن أن نقاربها بطرق أخرى صوفيا مثلا أو فلسفيا الغزالي قدم هذه المقاربة الكلامية وهناك مقاربات كلامية أخرى مثلا المقاربة المعتزلية هي غير هذا المقاربة المعتزلية تقر بالأسباب يعني الشيء يحدث لسبب وليس الله دائما هو سبب كل ما يحدث فأفعال الإنسان مثلا ليس الله سببها سببها هو الإنسان نفسه اللي قال عن المعتزلية خلق أفعال العباد بالضبط ولذلك فإن الإنسان مسؤول عن أفعاله ومن العدل أن يحسبه الله عليها فيجازيه خيرا أحسن ويجازيه شرا أساء هذا بالنسبة إلى المعتزل بالنسبة إلى الأشاعر نظروا إلى المسألة نظرة أخرى قالوا كل ما يحدث في العالم هو من خلق الله ليس هذا الكون فقط ليس الحياة والموت فقط وإنما أيضا أفعال الإنسان إذن لا دور للإنسان فيما يفعله الإنسان هل شأنه فيما يفعله كشأن الشمس التي تحرق لكن ليس بإرادة منها ولكن بطبع خلقه الله فيها ومسألة الطبع هذا تفسير آخر أيضا لما يحدث في العالم الأشاعر قالوا الله يخلق ما يفعله الإنسان والإنسان يكتسب هذا الذي خلقه الله له بإرادة خلقها الله فيه ليست سابقة للفعل أين الغزالي من ذلك كله أنت قلت بأن المشهور عن الغزالي أنه ينفي السببية هل هذا صحيح أنه ينفي السببية في المقاربة الكلامية الغزالي نفى السببية ما معنى؟ ما الذي نفاه بالضبط؟ نفى الاقتران الضروري وفاعلية الأسباب يعني حين مثلا نضرب حين يعني نأكل نحس بالشبع الشبع هو نتيجة يعني تقترن بالأكل ليست ضرورية يعني ليست ضرورية وليس الأكل هو الذي أوجد الشبع وأنما الشبع شيء أوجده الله فينا هو عرض من الأعراض لأن كل الأعراض يخلقها الله عند الغزالي وعند الإشاعر يخلق الأثر عند اقترانه بالمؤثر؟ نعم أو يخلق بالضبط يعني وهذا الاقتران ليس اقترانا ضروري وإنما هو اقتران عادي العادة جرت هكذا لكن هذا الغزالي حتى في إطار المقاربة الكلامية يقول لا ينبغي أن نتوقع بناء على هذا الكلام أن يحدث خلاف ما تعودنا على حدوثه فالله يعني فعله خال من العبث ولا يمكن أن يعبث بنا فمرة حين نأكل يخلق لنا الشبع ومرة لا يخلق الشبع وإنما يجري ذلك على سنته رحمة بنا فلا ينبغي أن نتوقع شيئا مخالفا لما جرت به العادة يحصل ذلك في حالة واحدة وهي المعجزة وكأن نظرية الأشاعر في السببية هي لتفسير المعجزة وجعلها ويعطائها مكانا ضمن النسط الكلام يعني هو يعترف بالسببية لكن بطريقة أو بأسلوب لا يغضب الأشاعر عليه هو موافق تماما للأشاعر في هذه المسألة هو يعني موقف من السببية الهدف منه تقويض رأي المعتزلة وكذلك رأي الفلاسفة ولكن الغزالي له مقاربة أخرى حين يتكلم بصفته متصوفا يقر بالسببية ويتحدث عن جملة أسباب ويتحدث عن الله باعتباره مسببة الأسباب ويعبر عن ذلك صراحة في الإحياء وفي المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى وفي كتبه الأخرى ثم يصل إلى رتبة أخرى وهي إنكار جملة الأسباب والقول إنه لا وجود إلا الله هذه نظرية الفناء يعني الفناء هو أن لا ترى موجودا غيرها هذه النظرية الصوفية طبعا يعني هي ربما أعلى درجة من درجات العرفان عند الغزالي طيب إذا كان الله مسبب الأسباب وسأنتقل من هذه القضية إلى الأسئلة الوجودية المتعلقة بقضية الشر وخلق الله للشر والآلام وحتى الكوارث الموجودة إذا كان الله هو المسبب لها هذه هي أحد مداخل الشك في نفوس الشباب وحتى القلق أحيانا أنه لماذا خلق الله الشر ولماذا خلق الله الألم ولماذا خلق الله المرض والفقر والعذاب الذي يتعرض له بعض الأطفال مثلا إذا كان هو مسبب الأسباب فهذا يعتبر مدخل من مداخل الأسئلة الوجودية الكبرى وسبب من أسباب حتى يصل إلى الإلحاد أحيانا بسبب هذه الأسئلة كيف يمكن أن نتعامل مع هذا السؤال سؤال الشر في هذا الكلام وكتبت مقالا نشرته منذ تقريب 15 سنة عنوانه معضلة الشر بين علم الكلام والفلسفة أن الشر بالفعل قضية الشر وسؤال الشر معضلة معضلة قديمة جدا يعني كل الفلسفات القديمة وكل الأتيولوجيات يعني التي تضاهي علم الكلام عند المسلمين تطرقت إليها واعتبرتها قضية من القضايا التي لا يمكن أن نتجاوزها والحقيقة أن مسألة الشر هي من نقاط القوة في الفكر الديني وليست من نقاط الضعف لأن الأديان إلى حد الآن هي تقريبا الوحيدة التي تقدر على أن تقدم وضعا مريحا للإنسان إزاء الشر أو تفسيرا للشر المشكلة أن المتكلمين طرحوا السؤال مقلوبا ما هو السؤال المقلوب؟ قالوا هناك الله الذي هو كامل وعادل وحكيم ثم هناك العالم الذي فيه الكثير من الشرور والمجتمع الذي فيه الكثير من المظالم والآلام وهذا العالم والمجتمع من خلق الله طيب كيف يستقيم هذا؟ كيف يتولد هذا العالم بشروره وسيئاته عن موجود حامل رحيم عادل إلى أخير هنا جاء الإشكال أين السؤال المقلوب؟ سأبين وقدم القدامى عدة أجوبة عن هذا السؤال كل هذه الأجوبة ربما فيها ثغرات لأنها طرحت السؤال بشكل مقلوب الطرح السليم للسؤال هو أن نقول في عالمنا في مجتمعنا شرور وآلام ومظالم هذا أمر نراه بأعيننا هذا منطلق يعني لا يمكن أن ننكره طيب هذا الألم وهذا الشر في العالم لنفترض أنه ليس هناك غيب وليس هناك إله وليس هناك يوم قيامة إلى آخره كيف سيكون حالنا؟ سيكون حالنا هو أن هذا الألم سيكون عبثا في حياتنا أنني إذا وجدت فرصة لكي أظلم وأسرق وآخذ متاع غيري وأظلمه وأنجو بفعلتي لن أتردد في أن أفعل ذلك إذن فلابد من أن يكون هناك إله ولابد من أن يكون هناك حساب وعقاب حتى يكون لما يفعله البعض من خير وكذلك لما يفعله من شر معنى الانطلاق من وجود الشر إلى إثبات وجود الله؟ يعني وجود الشر في العالم هو من الأشياء التي تجعل وجود الله معقولا بل مطلوبا ونتصور أن هذا العالم ليس فيه إله يعني ما الذي سيحصل؟ كل من يملك قوة زائدة سيطغى على غيره لأنه لا يخشى حسابا ولا عقابا العالم الاجتماع والفيلسوف الألماني الكبير يورغن هابر ماس مرة قال من الأشياء التي خسرناها هو عدم قدرتنا على الإيمان بالآخرة وقال بسبب هذا الفقدان لم نعد قادرين على تحمل يعني على فهم الألم الذي يحصل أحيانا لشعوب بأكملها وعلى معالجة هذا الألم الدين وحده يستطيع أن يعالج هذا الألم كذلك يعني حين ننطلق من وجود الشر في العالم لنصل إلى الله فيما بعد ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أن إيماننا بالله هو الذي يدفعنا إلى أن لا نفعل الشر وإلى أن نمنع أو نحاول منع فعل الشر في العالم بالقوانين بالمؤسسات بالدولة بكل الوسائل التي نرتضيها يعني هذه المقاربة السلمة أما أن نقول الله يعني هو موجود أولا وهو عادل حكيم وخلق هذا العالم وفيه يعني فيه شرور وآلام لما لا يتدخل الله ويرفع هذا يعني هذا في الحقيقة طرح مغلوط للسؤال ويعني فيه تهميش لدور الإنسان ونسيان أن الدور الأول في إزالة هذا الشر هو الإنسان لأن هذا الشر يفعله الإنسان ضد أخيه الإنسان يعني هذا ما نراه في واقع حياتنا يوميا ولذلك هذه المقاربة السلمة المقاربة التي تطرحها هي في النهاية يبدو أن هدفها هو إثبات وجود الله بينما السؤال هو عن هو السؤال يثبت وجود الله أصلا بأن الله موجود ولكن هو السؤال عن أفعال الله سبحانه وتعالى والتي من ضمنها ما نراه نحن شرا في هذه الدنيا كيف نفسره انسجاما مع صفات الله الحسنة منها العدل ومنها الرحمة يعني يبقى السؤال مطروحا ويبقى حتى ما ذكرت بأنه تصحيح وضع السؤال بأننا ننطلق من وجود الشرور إلى إثبات وجود الله لا يعالج الإشكالية بشكل دقيق ويبقى السؤال ويعني عندما نرى ذلك في الأطفال ونرى ذلك في الكوارث ونرى ذلك يظل السؤال ملحا ومطروحا بشكل قوي دائما هذه الظواهر التي نلاحظها عذاب الأطفال مثلا أو آلام الأطفال أمر لم يخفى عن المتكلمين القدامى قالوا إذا كان الله يعذب الكبارة ربما لأنهم ارتكبوا أخطاء فيريد أن يحاسبهم عليها في الدنيا قبل الحساب الأخروي فلماذا يترك بعض الأطفال الصغار يتألمون ويتعذبون وحاولوا أن يقدموا أجوبة عن هذه الأسئلة هم جميعا يرون أن الله قادر على أن يزيل هذه الآلام عن الأطفال ولكنهم قالوا مثلا هذا رأي المعتزلة قالوا وجود هذه الآلام هي ما يجعل الآباء ويجعل الناس يعملون على تلافي هذه الآلام يعني قراءتهم هي تبرير لوجود هذا الآلام ولكن الطريفة في الموقف المعتزل هنا أن تفسيرهم يقود إلى محاولة تغيير هذا الواضع يعني هناك أمر يعني أريد أن ألفت الانتباه إليه وهو أننا حين نتحدث عن الله ونصفه بصفات معينة يعني صفات القدرة والعلم والإرادة والحياة إلى آخره نحن نتحدث عنه وكأننا نتحدث عن شيء عن طاهرة من الظواهر الله فوق كل ما نقول وفوق كل ما نتصور لا شك في ذلك يعني الله لا يحيط به شيء في هذا العالم هو يقع وراء كل شيء بما في ذلك وراء العقل ولذلك فإن التفكير الصوفي سيظل دائما له مشروعي الوجود نتصور الله على نحو معين ونضبط له قائمة من الصفات ثم نقول هذه الصفات تتناقض مع الواقع في الحقيقة ما يتناقض مع الواقع هو فهمنا نحن لله الغزالي هذه من الأشياء المهمة التي وصل إليه الغزالي وليس رأيه هو فقط قال ما عرف أحد إلا نفسه ثم عرف الأشياء الأخرى بالقياس على نفسه ومعرفتنا بالله هي معرفة تقريبية وجزء منها قد يكون مغالطيا ولذلك يجب أن ننسب كل ما نقوله في حق الله فالله دائما هو أعلى وأكبر منه وهذا من الأمور التي تستطيع أن تجعلنا نضع الله فوق ما يحصل عندنا ولا نقول هناك آلام يعاني منها الأطفال الله يستطيع أن يزيلها فلم لا يزيلها الله يعني ليس هو لا يستجيب هكذا لإرادتنا كأن نطلب منه شيئا فيفعله فيفعله الله يفعل لنا ما يريد دكتور محمد بوهلال أستاذ الحضارة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة سوسة شكرا لمشاركتك معنا شكرا شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وقراءة ثانية شكرا لكم